مرحبا بكم من جديد خلال متمر صحفي نظمته هيئة الصحة في دبي كشفت الهيئة عن إنجاز طبي جديد وهذه المرة عن تفاصيل العملية الجراحية الناجحة لزراعة الكبد والتي استغرقت أربع ساعات وأشرف عليها فريق طبي متخصص من مستشفى كينغز كوليج لندن دبي الزميل حميد الزعابي معه التفاصيل ها هي الصحة دبي تعلن اليوم عن نجاح أول عملية زراعة كبد لسيدة تبلغ من العمر 38 عاما على يد فريق طبي متميز وذلك بعد اكتشاف إصابتها بحالة مرضية غير شائعة في الكبد تعرف باسم التهاب الكبد المناعي الذاتي حيات الصحة اليوم تعلن عن نجاح أول عملية زراعة كبد في مرض دبي وذلك في مستشفى كينغز كوليج لندن فرع دبي نحن فخورين بهذا الإنجاز ما كان يحصل إلا على تضافر الجهود وتعاون جميع الأطراف سواء اللجنة الوطنية لزراعة العضاء مستشفى كينغز كوليج وفي شكر خاص لأهل المتبرع ومستشفى الدول الحديث اللي قام بتوفير الكبد الجديد بالذكر أن مستشفى كينغز كوليج لندن الفرع الرئيسي في لندن قد حصل في نهاية السبعينات عام 1979 على الدعم سخي من مخفر له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان الانهيان هذا الدعم مكن المستشفى أن يأسس مركز كبد وهذا المركز الكبد حالياً يعتبر واحد من أفضل ثلاث مراكز كبد في العالم تفاصيل العملية بدأت بعد التأكد من إصابة المريضة بتليف الكبد مع مظاهر فشل وظائفه عندها قرر الأطباء إجراء عملية الزراعة بعد الحصول على كبد من متبرع متوفي وموافقة أسرته دخلت المريضة مستشفى كينغز كوليج لندن دبي وهي تعاني من تليف الكبد وعليه خضعت المريضة لتقييم شامل من قبل الفريق الطبي وتم تشخيص الحالة بدقة وبعد وضعها بقائمة الانتظار حصلت على مطبقة الكبد وموافقة العائلة للتبرع الفريق الطبي عميل جاهداً لإنجاح العملية التي استغرقت أربع ساعات وبعدها تم وضعها في العناية المركزة المريضة الآن حالتها مستقرة وخرجت من المستشفى بعد ثمانية أيام من العملية أخيراً هذا الإنجاز يضاف لسجل نجاحات القطاع الطبي بالدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص ويواكب تطلعات الإمارة ودورها الإيجابي والمؤثر في حركة تطور الطب بعلومه وممارساته وتقنياته المتخصصة التي يعيشها العالم ترجمة نانسي قنقر